بعد سبع سنين من المقاطعة والحرب غير المباشرة بين الجانبين نجحت الصين في وساطتها لإبرام اتفاق يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران الاتفاق الذي أعلن من العاصمة الصينية بجين في العاشر من شهر آذار الجاري جاء بحسب مراقبين تلبية لاحتياجات لدى كل من السعودية وإيران فالسعودية مدفوعة إلى الاتفاق بمحاولتها إيجاد حل ينهي الحرب التي تخوضها في اليمن منذ سنوات دون بارقة أمل بشأن حسم قريب بل إن هذه الحرب وصلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الأراضي السعودية عبر استهداف المنشآت النفطية فيها ولذلك فإن عولة العلاقة مع إيران ربما تحقق في اليمن ما لم تحققه الحرب طوال السنوات الماضية لا سيما أن بنود الاتفاق تتضمن التأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لطرفي الاتفاق على الجانب الآخر من الخليج العربي يعيش النظام الإيراني أزمات متشابكة تجبره على البحث عن أي حلول ممكنة لهذه الأزمات فالمغامرات العسكرية خارج الحدود الإيرانية عبر استخدام الميليشيات أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني بالنفقات وتعثر مفاوضات الملف النووي وما نجم عنه من تغليظ للعقوبات الاقتصادية على طهران فاقم الأزمة في ظل عدم الاستقرار الداخلي وتواصل التظاهرات المنوئة للنظام خامني والتهديدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بضرب مواقع البرنامجين النووي والصاروخي وكذلك مواقع إنتاج المسيرات التي تدعم إيران بها روسيا في الحرب الأوكرانية وبحسب محللين فإن الصين تعد الأكثر ربحا من إبرام هذا الاتفاق فبجين تتحين الفرص من أجل مد نفوذها إلى منطقة الخليج في سياق سرع النفوذ مع واشنطن ومن جهة أخرى فالصين من مصلحتها إنجاز المصالحة بين دولتين تعد هي الشركة التجاري الأكبر لكل منهما كما تربطها بهما شراكة استراتيجية شاملة غير أن كل ذلك يبقى مرهونا بمدى التزام إيران بتنفيذ الاتفاق وهو الأمر الذي تلفه كثير من الشكوك استنادا إلى سلوكيات النظام الإيراني السابق